لو سمحت أنا في شيء موصوص فيني أنا حصل بيني وبعن زوجي مداعع بس نهات رمضان تلامس العبوان فما أدري إيش يجيب علي ما حصل جمعك كان بس تلامس العبوان إيش يجيب علي طيب أنا سأجيبك إن شاء الله بارك الله فيكم الوطء الذي يفسد الصوم هو الوطء الذي تغيب فيه الحشفة فهذا هو الذي يفسد الصوم ويعتبر وطءا تاما ويجب عليهم ما يجب على من وطئ في نهار رمضان من الكفارة والمغلظة التي اعتقر قباص يام شيرا متتابعين طعم ستي مسكينا إلى غير ذلك أما إذا كان لامس امرأته فحصل منه إنزال فهذا فسد صومه ولكن لا يجب عليه الكفارة المغلظة أما إذا حصل ما ذكرته قبل قليل فإنها يلزمها ويلزمه الكفارة إذا كانت يموت